اليوم الثاني من الأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة المدرسية شهد على مستوى ولاية العصابة عدة فعاليات شملت مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم شارك فيها عدد من حملة كتاب الله عز وجل جاءوا من مختلف مقاطعات الولاية هذا بالإضافة إلى مسابقة تربوية في المناهج والمقرارات التربوية كما شملت الفعاليات كذلك محاضرات تناولت دور المدرسة الجمهورية في ترسيخ قيم المواطنة وكذا مكافحة الفقر والبطالة في صفوف الشباب كما تم كذلك تنظيم معرض لمنتوجات الصناعة النسوية التقديدية وفي الجانب الرياضي للأسبوع الثقافي احتضنا الملعب القديم بكيفا عدة مباريات ومنافسات في ألعاب القوى بين الفرق الرياضية المدرسية المشاركة زرنا أولا مسابقة في القرآن الكريم المسجد العتيق وكذلك زرنا هنا نشاط متعلق بالمسابقات في المناهج جاءنا كذلك لبلد عرض صناعة تقليدية جميع المشاركين ظروفهم للسكن وجميع الإجراءات تم اتخاذها اللوجستية والتنظيمية ثاني سهرات الأسبوع الثقافي تضمنت قراءات شعرية وفقرات فنية متنوعة استهلت بالبديح النبوي الشريف إنشادا وغناء بالإضافة إلى عروض مسرحية هدفة حثت على الوحدة الوطنية وتمنت دور المدرسة الجمهورية عبدالله صوفي قناة الموليتارية مدينة كيفا أما في مدينة كيهيدي فتميز اليوم الثاني من هذه التظاهرة بتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وفعالية أخرى نتابعها في ميلي ضمن الأسبوع الوطني للثقافة والشباب والرياضة المدرسية المنظم من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان تلقى التلاميذ محاضرتين ولاهما حول خطورة المخدرات والمؤثرات العقلية قدمها المدير الجهوي للصحة بغورغول فيما تناولت المحاضرة الثانية دور الشباب في التنمية قدمها عضو المجلس الوطني للشباب وفي مباني الإدارة الجهوية للشؤون الإسلامية بكيهيدي انطلقت فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمشاركة كافة مقاطعات الولاية بمعدل متسابقين عن كل مقاطعة اللجنة المشرفة على هذه المسابقة أكدت أنها تخضع لعدة معاير من أجل ضمان الشفافية في اختيار الفائزين المشاركون بدورهم عبروا عن ارتياحهم لظروف سير المسابقة التي تستمر طيلة أيام الأسبوع الثقافي المسابقة الحمد لله تجربة أمر جيدة عدد المسابقة هنا عشرة كل مقاطعة جاي من الرقاجين يمثلوها وكل عدل ربع جذاء كل رقاج نطور ربع أذمان وتسعى اللجنة المشرفة على الأسبوع الوطني للثقافة والرياضة المدرسية بكورغول إلى اكتمال فقرات البرنامج وفق الآجال المحددة والعمل على استفادة المشاركين خلال النسخة الثانية من هذا الأسبوع الثقافي لقناة الموريتانية معاد عبداوة مدينة كيهيد